أكيد برحب بالمدرب العام الكابتن كريم إسماعيل وأحد طبعا المؤثرين بشكل كبير في الشكل وصلت في فرقة هذا الموسم أنا بيك يا كابتن جريم أنا بيك يا كابتن نايس منورنا وأخيرا يعني ياهوب أنا نلتقى بقى ونبنت في البرنامج يا الله جاء الكابتن طاري خلص داشت ندري على طول بل محاجد ديبك لسه إله الله الجملة دين منور يا كابتن الله خليك يا كابتن أحد نجمات مصر والنادي الأهلي واللي كان لها دور كبير في الإنجاز السنة دي والحقيقة يعني روح وأداء وقوة وإخلاص في الملعب برحال أشرف منورنا زيها حضرتك بجد كان لك دور كبير السنة دي ألف مليون مبروح معانا طبعا دي فتنة الدائمة واللي كانت معانا في السجدات التحليلية والحقيقة احنا بنصك فيها مش أنا بس وكل اللعيبة وكل الوسط كرة السلة يعني حد مهم جدا في الجهاز طبعا كابتن علياء محمود المدرب الفريق وكمان قريبة جدا وصحبة اللعيبة الأمريكا يا كابتن علياء يعلم بحضرتك منورنا ومنورنا ومنورة الستوديو أنا عايزة أبتدي بقى معاك الحقيقة الحوار يعني السنة دي أكيد كان لك دور كبير مش بس يا كابتن علياء مع اللعبات وجهاز الفني لا كان لك دور كمان بره الملعب يعني أنا قابلتك كذا مرة في البرت جاي مع اللعبات عزمتيهم مرة عندك كلميني عن الروح الحلوة اللي أنت عملها في الفرقة كبير لا هو خلينا بس لهم متفقين الروح دي بصراحة مش عشان هو قاعد بس هي جاي أصلا من كابتن طارق بصراحة إنه هو اللي على طول عنده يلا نخلص تمرين ونعمل حاجة يعني ما فيش حاجة اسمها نخلص تمرين ونروح ديه وكان حتى في الرجال كده مش option خالص فالحاجة دي ممكن هي سبب أصلا الحمد لله للنتائج اللي احنا عملناها إن احنا على طول فعلا كلنا مع بعض وريبين من بعض الملعب في الشغل بتاعه بس بعد الملعب لازم نحن نبقى رايبين من بعض ولازم كل الكلام ده ده بنسبة لي كان أهم حاجة ده سبب كل النجاحات بقى التانية اللي ربنا قرم فيها أصعب فترة في المسلم كتياك كابتن عليها آخره آخر موسم دايما عشان كنا آخر بطولة الدوري العام دي اللي هي أتقل أتقل واحدة معاها بقى بيبقى خلاص إجهاد السنة كلها بيبقى خايف من أي حاجة دي أهم بطولة أصلا يعني دي بزيت أهم بطولة حتى دايما الكدش كان يقول كده يعني هي دي اللي حتى تبقى برضو مهما احنا خدنا الأربع بطولات التانيين حمد لله ربنا قرم فآخر واحدة دي مهمة جدا وحصل الناس ممكن تتخيل أن بخسارة سبورتنج إحنا رايحنا بالعكس إحنا الموضوع كان شد بالزبط شد أكتر شد أكتر بالنسبة لنا شد مع اللعيبة أن إحنا نقنعهم إن إحنا بنلعب فاينل مش مع سبورتنج إحنا بنلعب فاينل مع فريق جزيرة وفرقة الجزيرة ما عندهمش حد معين بيلعب الفرقة كلها مربي أسوش آه طبعا ما شاء الله فرقة بالزبط بالزبط طب كابت العالية برضو أنت كنت أول رائضة يعني رائضة في مجال كورت السلة كأول لعبة تلعب في جمعة في أمريكا والحقيقة أنت كنت برضو سبب تشجعي لعبات كتير منهم ندين وميرال ورانين خدوا رأيك قبل ما يسافروا الوضع كلمين عن التجربة دي زي التجربة دي أثرت في الفلد بتاعك وكاريرك سواء كلعبة كمدرمة لا هي طبعا فرقت جدا في شكل التمرين أصلا شكل الالتزام زي التزام في الدراسة قبل عشان ألعب لازم الجي بي اي بتاعي يبقى ماشي بطارية معينة لازم مذكرتي تبقى بطارية معينة فحتى أنا دايما أتكلم مع كوتش أقول له ولو أي حد سافر اتمرن في السيستم اللي بيتمرنوا فيه مش شرط يبقى حد قريدي العيب جامد عشان يروحي يبقى كويس هو لو مشي بالسيكونس التمرين وسيستم التمرين هو قريدي هيبقى العيب كويس ففرقت حتى الجي بي اي بتاعي هناك كان أعلى ومع التمرين طبعا هو البسكت بي أعلى بالضبط هو أوتوماتيك فتنس بي أعلى والبسكت بي أعلى فهي طبعا تجربة برضو دايما أنا وكتش بنتكلم فيها أن أنا عن نفسي بشوفها أن هي كويسة وأن أنا دايما أنه أي حد قدامه أنه هو يجيله وأنه هو يحاول يسافر يجرب حتى دي حاجة هتفرق معايا جدا بالنسبة للبنات أنا معرفش لولاد أكبرهم إيه بس تفرق طب بأمانة يعني أنا بصك في رأيك وبصك في رأيك الفني حتى في مشرات الولاد بنوعد نتكلم الرجال وبتقول لي رأيك الفني وماشاء الله الله أكبر عليك يعني غالبا بيكون صح أو دايما بيكون صح شايف تطور مستوى كرة السلة السيدات في مصر شايفة إزاي شايفة ماشي كويس ولا شايفانا هولد ولا شايفة إيه لا بصراحة أنا شايفة أن إحنا ماشيين في تطور جدا يعني إحنا عندنا دلوقتي منتخب في منتخب 16 سنة بيجهز دلوقتي شنالعب أفريقيا مع كابتن عامد محمود في منتخب 18 سنة النسائد اللي هو الحمد لله أفريقي إحنا عندنا كاس عالم اللي هو هنلعب في أسبانيا شهر سابع إن شاء الله دكتور مصطفى أدود دكتور مصطفى أدود وإنت وحددك معا مساعدة آه بالضبط هنلعب بنفس الكلام من الولاد في منتخبين ولاد ماشيين معنا كل دول 16 و 18 أفريقيا وكاس عالم بالضبط عندنا 3 on 3 ما شاء الله ماشيين كويس جدا اللي لسه رجعين من بطولة وعملوا فيها إنجاز كويس أو يطالعين كاس عالم يعني الفترة دي في منتخبات كتير شغالة ومنتخبات كتير عندها أفريقيا ومنتخبات كتير عندها كاس عالم غير كده إن الولاد بتوعنا بقوا معروفين معروفين في الان باي معروفين في في ناس كتير مطلوبة برا في ناس في جماعات برا كتير الخاص بالسيدات أنت شايفة إن البروجرس فيه أو التقدم فيه كويس طبعا يعني أنت راضي يعني غير أيام ما كنت أنت بتلعب غير القابل منك طبعا أكيد بقينا معروفين في أفريقيا بقيت الفرق لا أعملين حساب لمنتخب مصر